مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الجديد المنتصف الثاني من شهر 3 مارس آذار 2023 إن شاء الله سيبتسم لك الحظ على جميع الأصعاد ورح تقدر تحقق كل الأهداف والطموحات التي تسبو إليها أتمنى اللايك التشجيعي من الجميع والأشخاص الجدد على القناة الاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله طبعا للتواصل أطلقت الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت سوى الفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص اللي عندهم سؤال بشكل معين بقدر يستخدم ميزة شكرا اللفت انتباهي بشكل سريع جدا ورح أرد عليه على السؤال تبعه لنرى يا أصدقائي شو بخبانكم المنتصف الثاني من شهر ثلاث سيبتسم لك الحظ وسيتاح لك الكثير من الفرص الرائعة جدا والثمينة وخصوصا بأواخر شهر ثلاث سيكون أغلب هذه الفرص كأعمال مشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين وأيضا سنصب اهتماماتك على الرفع من دخلك المادي بسبب النفقات والمصاريف اللي بتطلع منك والدخل اللي بيجيه كالوضع الطبيعي مش ملحق على هذه النفقات والمصاريف هذا الموضوع بيخليك تركز الرفع من دخلك المادي ورح تنجح بهذا الموضوع وستحقق نجاحات رائعة جدا منها ستحصل على مبالغ مادية جيدة جدا لأنه يبتسم لك الحظ بهذا المجال أما في الأمور العاطفية هناك بعض الخلافات بينك وبين الحبيب وهذه الخلافات بسبب تغيره المفاجئ بالآونة الأخيرة حاول كدر المستطاع يا صديق يا برج الجدي أنك تحافظ على هدوء أعصابك وخصوصا أمام الحبيب ولا تدع الأمور تتثاقم وتزيد بعدين يصير انفصال وخصوصا هناك بعض الأشخاص اللي بيحاولوا زرع الفتنة بينك وبينه بالأمور العاطفية المتزوجون سيكون شهر مميزا جدا بليء بالحب والسعادة ورح تنهي كل الخلافات اللي كانت بينك وبين الشريك هناك تحديثات منزلية وأيضا في أشخاص عندهم طوالة معينة من موليد برج الجديد عندهم تغيير فسكن في الكامل وأشخاص عندهم تحديث المركة بتاعتهم أو مشتريات كتحديث المنزل من أثاث البيت أو دكور المنزل القائمون على عملهم هناك بعض الخلافات بينك وبين رؤسائك في العمل بسبب أحد الزملاء اللي زرع الفتنة بينك وبينهم وحاول يشوه سمعتك حافظ على هدوء أعصابك أمام رؤسائك في العمل وخصوصا بالمنتصف الثاني لنرح يحاولوا لهم ينزلوا من قيمتك وأيضا ممكن تتعرض إلى مسائلة أمامهم حاول إنهاء كل الأعمال المتراكمة عليك لأنه دائما لما تكون صح بيحتار عدوك فيه ستكون نشيط جدا اجتماعيا واستلتقي بأشخاص ترتاح إلى صحبتهم واستلقى العديد إلى مناسبات سعيدة كعزومات سيكون أغلب هذه المناسبات كزيارات للأقارب وأيضا الأصدقاء ستكتر من السفرات القصيرة بين المدن ستكون أغلب هذه السفرات أعمال خاصة أو إضافية حاولوا يكونوا أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة إذا كنت سيراً بالأقدام إذا كنت سيراً على الأقدام أو بمراكبكم الخاصة لنكمل يا أصدقائي تنتظرك أحداث رائعة جداً وجميلة هناك شخص من الدائرة الثانية من الأصدقاء ينظر إليك نظرة الغيرة والحسد ويحاول إعاقة تقدمك وأيضاً يشوه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك استضح الصورة أمامك واستعرف هذا الشخص أنه سيء جداً رغم أنك كنت تجود له وما قصرت معه بأي موضوع كان يطلبه منك إن كان مادي أو مساعدة معنوية أما الأشخاص اللي عندهم نشريك حياة مستقبلي كيف يعني نشريك حياة مستقبلي يعني بكون فيه شخص متفق انتوية على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل هناك بعض الخلافات اللي بينك وبين الحبيب بسبب تغير المفاجئ وأيضاً حاول إنه يتراجع تدريجياً وهذا الموضوع أنت شعرت به قلل تلفوناته وأيضاً الرسائل اللي كان معودك عليها هذا الموضوع يشعرك في القلق وتشعر أنه ممكن هذا الشخص يخيب آمانك وما يكون عقد الثقة اللي منحته إياها وأنه هناك لقاء بينك وبينه استغل هذا اللقاء واسأله على كل الأسئلة التي تدور في رأسك ولما هو يحكي حاول أنصط إليه جيداً ستلاحظ أنه في أمور كثيرة يخفيها عنك وأيضاً رح تتجاوب على عديد من الأسئلة وبعدها بتقدر تأخذ القرار المناسب اللي مش رح تندم عليه في المستقبل أما العازبون أو المنفصلون تجاوزتم فترة كانت صعبة عليكم ونال منكم التعب وأيضاً تشعر في الوحدة مع كثرة الناس حولك هذا الموضوع بسبب خيبة الآمان اللي صارت معك من الأشخاص اللي كانوا عزيزين جداً على قلبك وما كانوا قد هذه الثقة اللي منحتهم إياها ستحاول إثبات جدارتك أمام الأشخاص اللي من حوله ورح تنجح بهذا الموضوع بعمل جديد وإنجاز رائع جداً ورح تطلقى الإتصالات الرائعة اللي بتزيدك إصراراً على التقدم والتفوق بس تكون نشيد جداً على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب وأشياء من هذا القبيل بس تلقى منشوراتك الإعجاب من الجميع هناك أشخاص جدد رح تتعرف عليهم أيضاً على مواقع التواصل أحد أذول الأشخاص سينعجب بك كثيراً سيحاول أنه يتقرب منك علشان يكون معك علاقة عاطفية إن شاء الله يكون نهايتها الزواج الصالح بس حاول أنك لا تأخذ قرار بشكل سريع جداً عشان ما يصير عندك خيبة آمان وأيضاً تكون علاقة يعني فاشلة العلاقة زي هيك لما تكون فاشلة يا أصدقائي بترجعك إلى الوراء كثير وأيضاً بسير عندك اللي هو بتضيع أهم أيام حياتك وأيضاً بكون في فرص بمجال العاطفة كمان بتضيع من أمامك وأنت بتتفرج عليها أما في الأمور السفر هناك بعض الفرص ليست بالكثير بس هذه الفرص سيكون أغلبها بمجال السفر كمدلة من الأصدقاء أو الأشخاص اللي من حوله هذا الموضوع دائماً يثير اهتمامك حاب أنك تسافر على دولة ثانية لأنك تشعر أحياناً أنك مش قادر تحقق الأهداف والطموحات التي تسبو إليها بالدولة اللي أنت فيها أما في الأمور الصحية ينال منك التعب والإرهاق الجسدي أنت بحاجة إلى راحة لكي تستعيد نشاطك وعافيتك مثل أول حاول قدر المستطاع أنك لا تكثر من الأعمال الإضافية خلاف عملك الأساسي لأن الجسم البني آدم له طاقة معينة وبعديها يصير يأثر عليك بطريقة سلبية تشعر في الآلام في المعدة وفي السدر وأيضا آلام في الرأس زي ما حكيت لك يا صديقي خذ استراحة وبعد الاستراحة أيضا خلي من أهم أولوياتك وضعك الصحي أنت بتخلي أمورك الصحية آخر إشي بتفكر فيه هذا الإشي غلط إذا راحة الصحة راح كل شيء والأشخاص اللي بلاحظة حاله عنده أعراض غير اعتيادية ما يتردد أنه يعمل بحوصات اللازمة وأيضا إذا أنه في موضوع يريد علاج يأخذ بشكل سريع جدا لأنه كل شي بتعالج بخلصه بروح والما بتعالج يثاقم ويزيد أما في الأمور الدراسية الأشخاص اللي عندهم مطالعة أو امتحانات داخلية أو خارجية سيبتسم لك الحظ وستشعر أنك قادر تحفظ أي شيء بشكل سريع جدا والأشخاص المقبلي عن امتحانات سيحققوا علامات رائعة جدا وأيضا إنجاز جديد سينظر إليك أحد الزملاء نظرة الغيرة والحسد وسيحاول هذا الشخص أنه يضيع وقتك في الأمور الترفيهية وأشياء من هذا القبيل بهدف أنك تتراجع مستوىك وما تتقدم إلى الأمام حاول أنك امتنع عن هذا الشخص امتنع عن الحكي معاه لأنه راح تيجيك رؤية فيه وأنا الآن أحكي كيف تمتنع عنه استخدم معه أسلوبك بحالك يا صاحبي أنت بحالك وأنا بحالي ستكون قريب جدا أيضا من أفراد العائلة وأيضا الحظ يبتسم لك إذا بدك مطلب من أفراد العائلة راح يوافقوا عليه بشكل سريع جدا وما راح يكون فيه نقاشات حادة أو يرفضوه وأيضا ستطلق منهم الكلمات الرائعة جدا اللي بتحفزك استمر إلى الأمام وأيضا النجاحات أنا يا أصدقائي ولو عوذوا بالله من كلمتنا ما بحب الحلقة تطول أكثر من هيك عشان ما تشعروا في الملل إن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى